وحول تمويل المدن الجديدة أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن تمويل العاصمة الإدارية ومدينة العالمين الجديدة لا يتم من الموازنة العامة للدولة وأشار الرئيس السيسي إلى أن هناك مخططاً لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البرصة خلال الفترة المقبلة إحنا عاملين حسابنا أن العاصمة تدخل البورصة إن شاء الله في أقرب فرصة دكتور مصطفى وحيكون الملائة المالية الموجودة في صندوق الشركة كامل دكتور مصطفى إحنا بنتكلم على أموال سيلة 100 مليار جنيه شركة إيه؟ العاصمة هذا موضوع لا يوجد علاقة بالهاية المجتمعات لا 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 هذه فكرة أخرى في إدارة قدراتنا وإدارة مشاريعنا سنوفر هذا لكن الدولة لن تتفعر بل بالعكس شركة العاصمة سيباف يعني لو خلال السنتين الجايين دول بفضل الله سبحانه وتعالى التصور الذي نعملينه أنها تدخل تقدم في البورصة أنا بقول حيكون أصلها تتعدى الثلاثة أربعة تريليون جنيه إن شاء الله خلي بالكم كلام ده ينطبق على العالمين وينطبق على مناطق أخرى أو مدن أخرى احنا شغالين فيها بالفكرة دي